ماذا أفعل الآن؟ يجب أن أرد ما علي من دين ولكن لا توجد سفينة واحدة تخاطر بالسفر آه ما هذا الجزع الضخم آه فكرة لا بأس بها آه عظيم آه هكذا آه بقي الآن أن أكتب رسالة يسلم هذا المال وهو ألف دينار من الذهب إلى السيد آريال من بني إسرائيل القاتم في الجانوب من أطراف المدينة وفاء لدين قديم يرام والآن أحتاج أن أحكم إغلاق الخشبة نعم رائع آه اللهم أني السودعتك ديني فرده عني يا رب وألقى الخشبة في البحر وسط العاصفة عامت الخشبة في الماء وسط الأمواج العالية وبداخلها الألف دينار والرسالة التي تبين عنوان الدائن صاحب الماء ماذا تقول؟ ألقيت ألف دينار في البحر؟ لم ألقها في البحر يا زوجتي بل وضعتها في داخل خشبة وأحكمت غلقها وما الفرق؟ أتظن الخشبة تصل إلى الدائن وتطرق بابه؟ لم يكن أمامي طريقة أخرى لأرد الدين في موعده وهل ضميرك مرتاح لما فعلت؟ لا أدري والله يا أبرشة هل أحسنت التوكل على الله؟ أما تصرفت بحمق وتسره؟ هل تريد رأي؟ طب أنت لم ترد المال بعد وعليك أن تجتهد لتجمعه مرة أخرى وتعطي الرجل ماله في يده مثل ما فعل معك صحيح ولكني في كل الأحوال سأكون متأخرا عن موعدي ومقصرا في حق الرجل الذي أكرمني هل يسامحني الله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا له من طقص بارد إنها الرياح القادمة من الشمال لقد سلفت مالي بإرادتي لرجل أظنه صادق بالطبع ربما منعه من رد المال عارض ما أو مصيبة ربما سأذهب إلى شاطئ البحر ربما أجد سفينة قد عادت أو رسول يأتيني منه بخبر لا تنسى أن تحتطب حتى نشعل النار في الليل البارد سأفعل سأفعل إن شاء الله الصوف الذي اشتريناه من هنا من نوع جديد لقد أتممت عمل اليوم بحمد الله وأنا بعت كل ما أعطيتني إياه من عباءات النساء كم جمعنا من المال؟ أكثر من خمسمائة دينار آه ما زال أمامنا عمل طويل إطمئن عشرات النساء يردن شراء المزيد من العباءات ولكن زيدها بالنقوش والألوان المهم أن نكمل الألف دينار بدلا من التي ضعت في البحر نعم ونرتاح من هم هذا الدين كيف حالك يا سيد أريال؟ بخير والحمد لله أتتصور حقا أن يرام؟ سوف يعود لك بالنقود نعم أظنه يتحلى بالشرف والأمان يا لك من مسكيد الشرف والأمان لم يعود موجودين من بعد سيدنا موسى وأخيه هارون غير صحيح الأخلاق الطيبة موجودة في كل العصور والأزمان تفائل بالخير يا رجل هذه نصيحتي لك يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة الحمد لله جمعنا ألف دينار وأكثر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى هيا نلحق بتلك السفينة أهلا يا سيد يورام تفضل بالركوب أنت مرة ثانية يا سيد إليشع هل أنت ذاهب إلى الجنوب؟ نعم أين بضاعتكم الثقيلة؟ باتها عن آخرها ولن أعطيك إلا أجر راكبين إثنين أعرف سبب لهفتك إلى العودة وما هو؟ أن ترد ما عليك من دين إلى صاحبه نعم كل ما أرجوه أن أجده على قيل الحياة ولم يصبه الضرر بتأخري عليه سامحني يا سيد أريال أسامحك على أي شيء والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه مالي؟ لكنك أعدته لي بالفعل كيف؟ لقد رده الله عنك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لا أفهم ماذا تقول سأحكي لك كل شيء كنت ذاهبا إلى شاطئ البحر أنتظر سفينة تأتي بك أو برسول منك أما أنا فأنصحك وغفرت علي الأحتطاب خشبة رائعة سأشعل النار حتى تقطعها انتظري يا حوفيرة ما هذا؟ يا الله واحد اثنان ثلاثة أربعة انتظري انتظري حتى أقرأ الرسالة التي مع الدنانير وفاء لدين قديم يا رام ها؟ ماذا في الرسالة؟ لماذا تبكي يا زوج؟ ماذا تقرأ؟ إنها دنانير الألف يعيدها إلي من اقتردها عبر البحر خذي خذي وقرأي بنفسك لقد أدى الله عنك دينك يا للعجب وصلت إليك الخشبة عبر البحر تفضل هذا المال أيضا لك لا أمسك عليك هذه الألف فهي حقك وقد وصلني مالي والحمد لله ما أكرمك يا الله لقد وثقنا بالله وأحسن التوكل عليه فأكرمنا نحن الاثنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما هذه القصة عن أصدق خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجرت أحداثها قبل نزول الإسلام لثلاثة رجال التقوا في طريقهم للسفر هذه الأمطار الخفيفة تلطف من حرارة الجو يا سيد رابح لكن الغيومة شديدة يا سيد زياد لم أعد أرى بوضوح رغم أننا في الظاهرة أنصحكما بأن تسرعا بالاختباء في تجاويف الجبل فالأمطار الغزيرة على وشك الهطول ماذا يقول دليلنا عمار؟ لا أسمعك لنتبع إشارته هيا أسرعا هل نظل هنا كثيرا؟ الصخور أصبحت زالقة من كثرة المطر والسير عليها شديد الخطورة لقد ابتلت ملابسي كلها أخشى أن أصاب بالبرد لا حول ولا قوة إلا بالله إني خائف الخوف من البرق أكبر فهو يصعق من يصيبه ويهلكه في الحال سلم يا رب سلم ألا يوجد مكان دافئ نختبئ فيه؟ هناك غار في أعلى تلك الربوة ولكن الجمال يستحيل أن تتسلقها نترك الجمال هنا ونعكلها جيدا ونذهب نحن ونذسلق الجبل حتى نصل إلى الغار أخشى أن تصاب الجمال بمكروه تخاف على الجمال ولا تخاف على حياتنا إنني أكاد أموت يا رجل إذن هيا بنا سأعقل الجمال سأتخفف من حملي حتى أستطيع التسلق تكفيني قربة اللبن وأنا سأحمل تسعة امرات ثلاثة لكل واحد منا وأنا سأكتفي بحمل الماء هيا لنصعب هيا بنا قبل أن يصعقنا البرق المكان آمن لا يوجد به ثعابين أو حقارب وما هذا القش؟ يبدو أنه عش قديم لطائر من الطيور الكبيرة عظيم ناولني القش كله ساعده يا سيد زياد لا أقوى على الحركة صدقاني وها هو القش الجاف الحمد لله أفلحت في إشعال النار نستطيع أن نمضي اليوم هنا إلى أن يتوقف المطر أشعر الآن بتحسن الحمد لله أننا وجدنا هذا الغار البركة في دليلنا النابة السيد عمار بل في الله الذي هدانا لهذا الغار لننجو من البرق والرعد والسيول ما الذي جرى؟ هو زلزال؟ بل سقط البرق على الصخرة فأغلقت مدخل الغار انهضوا معي انهضوا معي لنحرك الصخرة هي صخرة تلك التي تريد تحريكها هل تمزح؟ قم وساعدني أم تريد أن تموت هنا؟ إهدأه ولندفع جميعا من جهة واحدة لا فائدة لا فائدة تهشمت ضروعي ولم تتحرك الصخرة بمقدار شعره ما العمل الآن؟ لا أدري كيف لا تدري؟ ألست دليلنا؟ الآن؟ لم أعد كذلك ما معنى هذا؟ لقد حبسنا نحن الثلاثة في هذا الغار وتساوينا في المصير ما معنى هذا؟ أهي النهاية؟ لا 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 لابد أن هناك حلا قل شيئا يا سيد رابح ماذا أقول في قضاء الله يا رجل؟ أكاد أهلك من حرارة الجو ونقص الهواء آه بالأمس كنا نكاد نموت من البرد والآن نموت من الحر أطفئ تلك النار لماذا نقع عليها؟ لأننا لن نرى شيئا من دونها لا يهم النار بماذا تفيدنا الرؤية؟ سنهلك في هذا المكان لا محالة لا تكن يا أوسا يا رجل لعل الله يرحمنا ويفرج قربنا ادعوه إذن من كان منكما صالحا وله عمل طيب خالص لوجه الله فليبتهل بالدعاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أنا لي عمل ومعجبت به طاعة الله وأظنه من صالح الأعمال قدت أعمل في رعاية الإبل وبيع حليبها وكان لي أبوان كبيران في السن ألن تبيع لي هذا الحليب يا سيد رابح ماذرة أيها السيد اسمي عرفان من أكبر التجار إنني معتاد يا سيد عرفان أن أسقي أبوي أولا ثم أهل بيتي وما يتبقى منهم هو الذي أبيعه أظنك تعرف مقدار حاجتك أنت وأهلك من الحليب فبعلي ما تبقى أولا حتى ألحق بالقافلة قد أخذت عحدا على نفسي بأن يشرب أبوي أولا أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة في التجارة بل أتاجر مع الله يا رجل سلمان هل نمت يا رجل؟ لماذا تأخر هذا الصبي رابح؟ لعله يلهو مع الصبية أصحابه لم يتأخر يا سلمان نحن اللذان كبرنا ولم نعض نطيق الانتظار من أنت يا مرأة؟ وماذا تفعلين في بيتي؟ عدت للنسيان مرة أخرى السلام عليكم يا أمي وأبي معذرة لتأخري تفضلي تفضلي يا أمي الحليب الطازج لا أشعر بالضمأ يا بني أرجوك يا أمي لأجل خاطري جرهة مواحدة حتى تحدث الباركة بارك الله فيك يا حبيبي وجزاك عنا خير الجزاء أنت أيها الصبي أسرع إلي بالحليب أمرك يا أبي وسيدي بالهناء والشفاء أبي حمدا لله على سلامتك كيف حالك يا نيرا؟ على خير ما يرام أخيرا تذكرت أن لك زوجة كان أبي يحتاج إلى صحبتي بعض الوقت وماذا عنا نحن؟ أمي إن أبي متعب من عملي وبالتأكيد لم يأكل شيئا طوال اليوم ها؟ ومن أين نأتي بالمال لنطهو الطعام؟ لس جائعا فقط أريد الراحة سأطمئنه على الإبل اسمع يا رابح نحن لم نعد نراك أبدا رغم أننا ووالدك نعيش في بيت واحد قلت لك ألف مرة إن رعاية أبويا هي أهم شيء في حياتي وكان الواجب أن تعينيني على هذا الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سلام عليكم يا أمي إنها نائمة وأبي يغط في نومه أيضا انتظر حتى يستيقظه إني جائعة يا أبي أعطني بعض الحليب حفان يا حبيبتي سأسقي أبي وأمي أولا لا أستطيع الانتظار يا أبي لقد أخذت عحدا على نفسي ألا أسقي أحدا قبل أبوي رابح ما الذي أتى بك في الصباح الباكر يا ولدي لماذا لم تنم في غرفتك يا رابح صباح الخير يا أمي صباح الخير يا أبي تفضل بالهناء والشفاء يدك متصلبة من حمل قربة اللبن طوال الليل بارك الله فيك يا حبيبي لا عليك يا أمي ستحسن بعض قليل كل هذا لأجلنا اللهم جازي ولدي ببره خير الجزاء يا الله يا رحيم إن كان عملي هذا خالص لوجهك فارحمنا به وفرج عنا ما نحن فيه الحمد لله أخيرا نسمة هواء ما أعظم نعمة الهواء الطيب المتجدد لم نحس بفضل هذه النعمة إلا عندما حرمنا منها أكاد أموت من الضمأ أليس مع أحدكم جرعة ماء؟ لقد اقتسمنا الماء كله ربما يتبقى مع رابح شيء من اللبن ولا نقطة واحدة والتمر نفد كذلك ما العمل؟ انظر السماء تمطر في الخارج إن رؤية الماء تجيدني عطشة لو استطعت فقط أن أخرج يدي من فتحة الصخرة وأملأها بالماء تحركي لا تحاول إنها لا تتحرك تحركت من قبل كان ذلك بأثر الدعاء أو قل بأثر العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لدي قصة كنت في أول حياتي شابا فتيا مغترا بقوته وماله وإعجاب النساء به ولكني في الحقيقة لم أكن أرى منهن إلا ابنة عمي زبيدة آه لن أتأخر يا زبيدة مع السلامة يا أبي زبيدة زبيدة افتحي لي إنه أنا ابن عمك معذرة يا ابن العم لقد خرج أبي ولا يوجد في البيت غيري هذا أفضل إنما جئت لك أنت أرجوك أن تنصرف وتحفظ غيبة عمك وماذا أفعل في النار المشتعلة في جوانبي يا زبيدة إنك تهينني بهذا الكلام ماذا تظن به؟ إذا لم تفتح الباب سأقفز إلى الداخل وإذا فعلت سأصرخ فستسمعني كل القبيلة يا لك من عنيدة ولكني لن أيأس منك لا ينبغي أن تصمتي أكثر من ذلك لقد تماد زياد بن عمك ماذا أفعل يا هند؟ إنه ابن عمي ولا أريد أن أفضحه إذن تحملي مراودته لك ولا تلومي إلا نفسك بالطبع لا فأنا فتاة حرة ولا أقبل منه ذلك عليك إذن أن تبلغي أباك بما يفعله زياد أبي شيخ مريض ولا أريد أن أحمله فوق طاقته مسكينة أنت يا زبيدة تحبين رجلا لا يعرف قدرك ماذا بك يا زياد؟ أما زلت تفكر في الفتاة التي تحبها؟ ولا أنساها لحظة واحدة أرى أنك تعذب نفسك حولك النساء كثيرات ولا تفكر إلا في التي تصدك حالة أبي لم تتحسن فقد أصبحت مدينة للطبيب بمائة وعشرين قطعة من الذهب لماذا لا تقتردين من ابن عمك زياد؟ زياد؟ إنه لم يفكر حتى في زيارة عمه المريض أعرف أنه مشغول بتجارته بل قولي بلهه ونزاوته الكل صار يعرف عنه ذلك أيا كان الأمر فهو ابن عمك وأقرب إليك من الغريب حاولي لن تخسري شيئا سأفعل يا هند ليس أمامي حل آخر زبيدة ما الذي جاء بك في جوف الليل؟ أحتاج إلى مائة وعشرين قطعة من الذهب أعطيك ما تطلبين ولكن ما مقابل المال؟ وهل تريد شيئا في المقابل؟ أريدك أنت يا زبيدة يا ويلي ماذا أفعل؟ ها لم تردي علي لك ما تريد يا ابن العم أين المال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ها هي النقود أتبكين يا زبيدة؟ لماذا؟ لم أظن يوما أن أكون هينة عليك إلى هذا الحد كان أحب شيء إلى نفسي أن تتزوجني واستدقات الدفوف وفرحة الأهل اتق الله يا ابن العم لا حول ولا قوة إلا بالله اذهبي يا زبيدة معززة مكرمة عسى الله أن يغفر لي انتظري خذي المال معك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا الله الحمد لله أستطيع أن أمد ذراعي وأملأ كف بالماء الحمد لله ناولني قربة الماء يا عمار لنملأها وندخر الماء إذا ما توقف المطر خذ ها هي لنحاول أن نحرك الصخرة قليلا فتستطيع العبور لا تحاول لقد تأكدنا أن الصخرة لا تتحرك إلا بفضل الدعاء والعمل الصالح جاء دورك يا سيد عمار نعم أنا حكيت لكم عن بري لوالدي وأنا ذكرت لكم قصتي مع ابنة عمي وحفظي لها لم يبقى غيرك يا عمار ربما يكون فيما سأحكي شيء من الصلاح وإن كنت غير واثق من الأمر عملت طوال عمري بالتجارة ونقل المسافرين والبضائع كيف حالك يا سيد عمار بخير يا سيد عزيز هل من خدمة أؤديها لك جئت لأعرض عليك المشاركة في الربح والخسارة وفي هذه الحالة لن ينافسنا أحد أشكرك على عرضك ولكن لكل منا طريقته الخاصة في التفكير والعمل وأفضل أن أعمل وحدي لك ما تريد ولكنك ستخسر كثيرا بعنادك هذا لن نال إلا ما هو مكتوب لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أهلا بك يا بدر كيف حالك؟ أحتاج إلى المال بأسرع وقت حتى أتمم زواجي هل أجد عندك عمل؟ إنني أستعد للسفر في قافلة كبيرة وأحتاج لعاملين كم أجر العامل منهما؟ هذا صديقي ناصر سأعطي كل واحد عشرين قطعة من الذهب بعد عودتنا من السفر ألا يمكن أن نأخذ نصف الأجر مقدما؟ لا الأجر كله في نهاية العمل مثل ما أتعامل أنا مع التجار اتفقنا سأعمل عندك أنا وصديقي ناصر اتفقنا إذن مرحبا بالسيد عمار كبير التجار مبارك لك زواجك يا بدر تفضلوا بالحناء والشفاء أين أجد ناصر؟ اختفى منذ عودتنا من السفر لماذا تريده يا سيد عمار؟ لم يأخذ أجره مني حتى الآن وأنا مدين له بعشرين قطعة من الذهب أمره غريب سأبلغه إذا رأيته يا سيد عمار عندي خبر لك ماذا جرى يا بدر؟ تكلم لقد هجم قطاع الطرق على قافلتك في السحراء وسطوا على كل ما فيها كيف هذا؟ ضاعت ثروتي كلها في يوم واحد عوض الله عليك يا سيد عمار هل ستظل تدورها كذا مثل الراحة؟ دعيني الآن يا سلوى لست خالي البال ما الذي يشغلك يا عمار؟ أمامي فرصة لا تعوض مجموعة من الإبل الأصيلة تباع بنصف ثمنها ولماذا لا تشتريها؟ ليس معي شيء مالي كله ضاعف القافل كما تعلمين بكما هذه الإبل؟ بعشرين قطعة من الذهب رأيتك تتدخر هذا المبلغ من المال إنه ليس مالي هو مال أجير عندي اسمه ناصر نعم ولكنه اختفى منذ شهور هذا لا يحرمه من حقه في الأجر لم أطلب منك أن تسرق ماله فقط اقترض العشرين قطعة لشراء الإبل وعندما تنصالح الأحوال ترد له دينة إذا عاد لمن كل هذه الجمال؟ ألا تعرف؟ إنها لصديقك عمار لقد اشترى مجموعة من الإبل والأبقار والأغنام بعشرين قطعة من الذهب وها هي قد صرت قطعاناً بارك الله له فهو رجل طيب السلام عليك يا سيد عمار من أنت؟ قد لا تذكرني يا سيدي كنت أعمل أجيراً عندك قبل عشرين عاماً عندما سافرنا في قافلة التجارة أذكرك بكل تأكيد كيف حالك يا سيد ناصر؟ سيد أنا بخير والحمد لله ولكني في ضائقة مالية وقد تذكرت أن لي عندك مبلغاً من المال نعم كان لك مبلغ من المال الحمد لله أنك ما زلت تذكر لم أنساه يوماً واحداً أعرف قدر مشاكلك ولكن كنت أسأل عن ذاك المال هو أمامك يا رجل لست أفهم كل ما أمامك من إبل وأغنام وأبقار وعبيد يسوقونها هي مالك الخاص سيد عمار أرجوك أن لا تهزأ بي معاذ الله يا رجل هذا مالك وإن أردت أن تسوقه كله فهذا حقك كيف هذا؟ كان أجري عشرين قطعة من الذهب اشتريت بهذه العشرين مجموعة من الإبل والأغنام ونماها الله فصارت على هذه الصورة حقاً؟ نعم إنها لك خذ ما شئت واترك ما شئت بارك الله لك فيه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا هل أعطيته آلاف الأبكار والأخنام والإبل؟ نعم فهي حق له وأخذها كلها ولم يترك لك شيئاً؟ نعم أخذ ماله كله وانصرف أعرف أنني لم أفعل شيئاً يستحق الثواب فقد أديت واجبي اللهم إن كان عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه الحمد لله الحمد لله الذي أعاننا على عمل يرضيه كدنا نموت لو لا فضل الله علينا لم أكن أعرف أن صالح الأعمال يمكن أن ينقذ الإنسان في الشدائد حدثت هذه القصة في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسرعي يا أم عمارة تأخرنا ودخل الليل علينا أوشكت على الانتهاء يا أمي هيا يا ابنتي حتى لا يتعرض لنا اللصوص أي لصوص؟ لقد قضى أمير المؤمنين بعدله على السرق معك حق من كانوا لصوصاً أصبحوا نوعين إما خائف من غضب عمر وإما تائب يكسب الحلال هيا يا أم عمارة الحليب قليل هذه الليلة حمداً لله على كل حال لبن الإبل سقيل فإذا خلطناه بقليل من الماء لن يلاحظ أحد ما هذا يا أمي؟ كيف نقبل أن نخدع الناس؟ يا ابنتي نحن فقراء في أشد الحاجة لمزيد من المال ألم تسمع أمير المؤمنين وهو ينهى عن خلط اللبن بالماء وأي نوع من الغش في التجارة؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اصمتي وادخلي البيت لن يرى عمر بن الخطاب ما سنفعله إذا لم يرنا عمر فإن رب عمر يرانا في كل حين يستخفون من الناس وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ في جولته لتفقد أحوال المسلمين وسمع حوار المرأتين آتي يا أم عمارة بكم بعت الحليب؟ بدرهمين اثنين لو أنك سمعت كلامي وخلطه بالماء لأمكنك البيع بخمسة ضراهم وما قيمة الرزق الذي لا يبارك الله فيه؟ يا ابنتي أنا أكبر منك وأفهم الدنيا عنك يجب أن تكون ذات مكر وحيلة لتكسبي رزقك بين التجار لا يا أمي صدقيني لا حيلة فالرزق الرزق هو الشيء الوحيد الذي ضمنه الله لنا في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم ومن يدري قد أرزق بما لا يخطر حتى في بالنا هيا تناول هذا التمر الطيب بالحناء والشفاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق ولمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ألا تعلم يا أسلم لماذا طلب أبي الإجتماع بنا؟ في الأغلب هذا شأن عائلي أبي يعتبرك واحدا من أولاده يا أسلم صدقني يا عبد الله لا أدري السبب اسمح لي سأقضي بعض الأمور العاجلة تفضل يا أسلم في رعاية الله وما ظنك يا عبد الرحمن؟ لا أدري أهو أبونا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين ابتسم له الفاروق عمر وحياهم بتحية الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي خيرا يا أبي هل من خدمة نؤديها لك؟ مرنا نطيع يا أمير المؤمنين قال عمر بن الخطاب لأولاده هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه بها؟ لي زوجة صالحة وأؤثر إخوتي على نفسي وأنا أيضا يا زوجة أخونا عاصم هو الذي لم يتزوج بعد يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني قال عمر بن الخطاب بورك لك يا بني ولو كان أبوكم شابا فتيا لما سبقه منكم أحد إلى هذه الفتاة إلى هذا الحد تمدح أخلاقها؟ إذن هي فتاة غير عادية تستحق أن يمتدحها عمر بن الخطاب تمم الله زوجكم على خير بورك لك في زوجتك يا أخي هذه الحناء ستجعلك أكثر جمالا في عين زوجك إن شاء الله يا أم عمارة اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من يصدق يا ابنتي أن أمير المؤمنين يطرق بابنا ليخطبك إلى ابنه عاصم الخليفة الحاكم الذي يأمر فيطاع يسعى لمصاهرة بائعة لبن فقيرة مثلي بل اختار لابنه زوجة تخشى الله وكنز من الخلق الطيب هل تذكرين يا أمي؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم إذا أنجبت ولدا بالطبع ستسمينه عمارة أليس كذلك؟ بل عمر يكون كجده الفاروق كيف حالك الآن يا أم ليلى؟ بخير والحمد لله لم أستطع النوم بسبب ابنتك ليلى لا يجب أن تزعجي أمك يا صغيرتي يا لها من فتاة جميلة كنت أحب أن أنجب لك صبيا أسميه عمر على اسم واردك الكريم ليلى عندي بالدنيا يا أم ليلى وسوف تصبح بإذن الله ذات شأن كبير وبالفعل كبرت هذه الطفلة ليلى ومن نسدها جاء الصبي عمر عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وشبيه عمر بن الخطاب في عدله وحكمته عاش بطل قصتنا في زمن الفترة أيما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعى برصيصة يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام أربعين يوما لا يشرب فيها إلا الماء ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى يا رب يا رب لقد تعبت من السير لماذا يقتن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده ها قد وصلنا سأطرق الباب بسمك اللهم أرحني يا الله بعظيم رحمتك لقد بدأ في صلاته الآن ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري قد يصلي عشر ساعات وأحيانا يستغرق في الصلاة لأيام كاملة وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم، هيا يا أبا نوب، سنأتي له في وقت لاحق ماذا بك يا سيد الشار؟ أراك تبدو حزينا مهمومة كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشيل في مهمته تقصد برصيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض ولكننا جربنا كل الحيال معه دعني أحاول مرة أخرى، لن نخسر شيئا يعجبني حماسك للعمل لا بأس، حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولا بأول من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برصيصة وعليك السلام، لم أتعرف عليك بعد واحد من آلاف المخلوقات، فما أهمية الإسم؟ صحيح، يبدو أنك رجل حكيم، أرجوك، أرجوك أن تعلمني شيئا أستفيد به في حياتي سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفيا من مرضه في الحال وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخلي وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شفيه بالضبط يا سيد الشر ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون آه النجدة آه نار في رأسي آه يهدى يا وزيري أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي سيد الملكة باتريك هل لي أن أقترح حلا لعلاج الوزير بلاطوس؟ تحدث يا الجندي أبا نوب هناك راهب صالح يسكن في صومات في أطراف المدينة يدعى برصيصة سمعت به وماذا بوسعه أن يفعل؟ قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجابا عند الله آه النار بداخلي أنقذوني آه خذوه إلى ذلك الراهب فورا ربما أمكنه العلاج لن نخسر شيئا بالتجربة أرجوك يا سيدي صلي من أجله أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك الدعاء المبارك؟ ومن غيرك يستطيع علاجه سأجرب شيئا ربما نجحت آه نار في رأسي النجدة 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 الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير أين أنا؟ وما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق إنني في أتم صحة حمدا لله يا له من أمر عجيب بورك فيك يا سيدي الراهب أنا لم أفعل شيئا يا لك من رجل متواضع هذه الشيام العظام اسمح لي أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة وأنا أيضا أرجوك يا سيد برسيسة لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا قلت لكم لا وألف لا كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد سنبني لها غرفة بجوار صومعتك سأراها في طريقي كل يوم سأمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب لا لا ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة يا سيدي الراهب نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق ولكن نتوسل إليك أن لا تخذلنا لا فائدة ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة سافر إخوة الفتاة وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها أين كنت مختفيا يا صديق العزيز؟ أمامي كنته العجيبة دعائك الذي علمته لي أثاره طيب للغاية ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء الله هو الشافي ما نحن إلا أسباب في يديه ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري عانك الله سمعت اليوم صوت الذئب يحوي لعله اجتم رائحة طعام قريبة أنا وضعت الطعام على بابها أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري كان الأحوة أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها أتظن ذلك؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لعلك أنت سيدي الراهب؟ لا لا؟ لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة ولكنني لست سيدا لأحد هذا ما قصدته هذا تواضع عظيم منك إليك هذا الطعام أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي هذا واجبي لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام لهذا وقفت أنتظرك هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة أقصد شكرا لك سيدي على تعبك أغلقي الباب خلفك جيدا أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي أستغفر الله أستغفر الله يجب أن أبدأ صلاتي من جديد يسمع برصيصة أحدهم قادمة هي بالتأكيد ما هذه الجرأة؟ لن أفتح لها أحدهم يطرق الباب من بالباب؟ نهو أنا معذرة يا أخي كنت أظنك هي هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها لا أتذكر شيئا الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها نعم نعم تذكرت سمحني مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة خشيت أن يأكل الذئب طعامها ومن وقتها لا أطرق بابها هتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ لا مريضة تحتضر وكيف عرفت؟ سعالها يدمي القلوب مسكينة ستموت موتا بطيئا إذا لم يسعفها أحد ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها وحاول أن تساعدها لا تخشى على نفسك فأنت راهب وعابد وزاهد ودعواتك مجابة بأمر الله نعم ولكن إما هذا وإما أن تتركها تموت يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم عفوا لدخولي إنما أردت أن أطمئن عليك أهلا سيدي دعك من الكلام الآن وتناولي هذا العسل الجبلي هو مفيد جدا لك ما أطيب طعمه شكرا لك لا شكر على واجب يا معذرة لم أعرف اسمك اسمي ريموندا يا سيدي ريموندا ما معنى هذا الاسم؟ يقولون إن معناه نور العالم نور العالم يا له من معنى جميل إنني في الحقيقة نادم أشد الندم نادم على فعل الخير لم أعد أفهمك يا صديقي لقد شفيت الفتاة تماما لم تعود بحاجة إلى وجودي بجانبها أكمل ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم ونجلس معا للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش أحدها بين أربعة جدران ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها أؤنس وحدتها؟ هذا هذا كلام خطير ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة تتحدث كأنك إنسان عادي أنت راهب يا برصيصة وزاهد ونفسك طاهرة أنت غير الناس جميعا أتظن ذلك حقا؟ سيدي الراحب ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك لقد تأخر الوقت يا سيدي والأفضل لصحتك أن تنام كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا ولا سعادة لي بدونك ريموندا أين كنت كل هذا الوقت؟ ماذرة يا سيد الشر كنت مجغولا في العمل مع الراهب برصيصة؟ ممم نعم وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة لقد سقط برصيصة في الفاحشة حقا؟ لا أصدق لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض لماذا تبكين الآن؟ ليتني مت قبل أن يحدث ما حدث إنني أكره نفسي أما أنا فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا أرجوك يا سيدي اتركني اتركني وكفى ما جرى بل ستأتين معي لتعيش في صومعتي فليشك فينا أحد من الناس ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصا مع الفتاة طفلا بريئا لا ذنب له قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا نحن لسنا زوجين لتنجي بي لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا بأية طريقة؟ المسكين يتألم من البرد؟ سأذهب أنا إلى غرفة القديمة فأحضر ما أجده من ملابس لعله يتدفأ ويرتاح سلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري لو رأاه غيري من الناس لظن أنه ولدك ولو رآه إخوة الفتاة ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة وعليك أن تحلها وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع كان برسيسة مشغولا بدفن الطفل بعد قتله ترجمة نانسي قنقر لقد أحضرت له الملابس الثقيلة هل نعم؟ سأذهب إليه إنني لا أجده في الصومة برسيسة؟ برسيسة؟ أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني فعلت ما كان ينبغي أن أفعل أنا لا أفهم أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه قتلت لا لا أنت تكذب أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برسيسة أستحلفك بالله ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات لا لا أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك قلت خرسي سأحبسك في هذه الصومة حتى تتعلم الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تحدث يا برسيسة لقد قتلت الطفل مثل ما نصحتني أنا؟ أنا؟ أنا لم أنصحك بالقتل قلت لك فقد يجب أن تتخلص من الفضيح المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي آه هذا خطأ كبير قد يمر أحد الناس بجوار الصومع فتستنجد به أو تحكي له كل شيء أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة أنت قتلت ابنه المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة إذن أقتلها وأجبرها على الصمت انتظر يا برسيسة لا تتعجل يا أخي العاجلة من الشيطان أسلوبك رائع يا أبيض وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ أخرج من هنا ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزم الصمت وتنسي ما جرى كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك لا لا يا برسيسة لن أصمت أبدا إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر لقد قتلتني قبل ذلك مرتين قتلتني يوم وثقت بك وقتلتني يوم أخذت ابني لا فائدة يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره وقتل برسيسة ريموندا آه اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي إنك أنت الغفور الرحيم سيد الراهب كيف ماتت أختنا ريموندا؟ مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق نعرف أنك لم تقصر يا سيد الراهب في مداواتها شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا لقد قمت فقط بواجبي من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر أين أختك؟ لا تذكرني رحمها الله ماتت مريضة بل ماتت مقتولة بعد أن كيف تجرؤ على اتهام الراهب برسيسة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب نفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة كان كابوسا فضيعا لقد رأيت لا عليك أما أنا فلا أستطيع الكتمان ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا هذا نفس ما رأيته ودلني عليه رجل مسافر هو نفس حلمي أيضا لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها نعم على يمين الباب في حفرة عميقة ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب هل يمكن أن نرى جميعا نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من هذا الأمر وحفروا الأرض ثم أخذوا الراهب جرا ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برصيصة أصمت أيها المجرم أرجوكم أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه اخرص ولا تزد كلمة واحدة يا للفضيحة يا للفضيحة يا لك من داهية يا أبيض إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية لست راضيا عن نفسي بعد يا سيد إبليس كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة ثم جعلته يقتل مرتين هذا غير الكذب فماذا تريد أكثر؟ إن الطموحي لا يتوقف عند أحد ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى سترى حالا يا سيد إبليس أرجوك يا صديقي أن تنجيني أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيد الراهب لم أعد راهبا أنا فاحش وكاذب وقاتل أرجوك ساعدني كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستح وأنت أتقى بني إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي ثم إنك اعترفت لإخوة الفتاة بكل ما فعلت أوقفك في غاية الصوبة أنت الذي دفعتني لهذا كنت تشير إلي أن أحدثها ألا أتركها وحيدة كنت تشجعني دائما حتى حتى ماذا؟ أكمل أنت شيطان نعم أنت شيطان خيرا عرفتني ولكنه إدراك متأخر يدل على الغذاء الشديد لا تؤخذني إنما أقرر حقيقة دعك من الكلام وفعل شيئا سيقتلونني سيقتلونك هذا شيء مؤكد وليس أمامك إلا حل وحيد قبلته قبلته ما هو؟ أسجد لي سجد واحد وأنجيك من كل هؤلاء قبلت الآن يا سيد إبليس أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة إنني ساجد أمامك فأجرني هذا ما أردته منك يا ورصيصة وكانت النتيجة أنك كفرت بربك إني بريء منك لأخاف الله رب العالمين الله هو المذنب أقتلوه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء وذلك جزاء الظالمين عندما كان سيدنا موسى عليه السلام في صحراء التيه مع بني إسرائيل يحاول أن يقرب بين القبائل التي كان الناس يسمونها الأسباط حدثت جريمة خطيرة كادت أن تفرق بينهم وكانت البقرة هي بطلة هذه القصة ها؟ لا تخف أنا صديق قديم ألا تذكرني؟ معذرة أصبحت أنسى كثيرا هذه الأيام فيما تفكر يا صديقي؟ في الهموم طبعا لا أجد مالا أنفق منه كيف؟ وعمك أغنى أغنياء هذا السبط إنه لا يعطيني من ماله ويرفض كذلك أن يزوجني ابنته هاا لماذا؟ لأنني لا أعمل وما أهمية العمل لمن يملك كل هذه الثروة؟ قل ذلك لعمي آه عمك رجل عنيد لا يقتنع أبدا معك حق أنت بالفعل صديق مخلص وكريم سأذهب الآن لا 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 تشكرني لا شكر بين الأصدقاء ها 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 إنني يا ولدي لست غنيا وعندما أموت لن تجد ما يعينك على الحياة أطال الله بعمرك يا أبي؟ كل ما أملكه هو هذه البقرة الجميلة إنني يا أبي في خير حال لبن البقرة يكفينا ونصنع منه زبدا وجبنا وقشدة ويفيض منا ما نبيعه ونشتري به الخبز أو التمر ما الذي نريده فوق ذلك؟ أنت غلام طيب وصالح إنني يا بني أشعر بقرب النهاية وأوصيك خيرا بأمك ولا تبع البقرة إلا عندما تصبح راشدا اللهم إنني استودعت هذه البقرة لبني فاحفظها له يا رب العالمين أعرف أن الفراق مؤلم ولكن الموت شيء جميل إننا نحس بنوع من الرضا حين نصبح هذا معنى أننا نحقق ذاتنا ما أجمل أن يكون معطاء هدفا وطبيعة وحيدة للمخلوق هل تريد شراء جبن أم لبن؟ بل أريد شراء البقرة معذرة إنها ليست للبيع انتظر انتظر سأعطيك فيها مئة قطعة من الذهب قلت إنها ليست للبيع أرجوك يا صديقي المخلص أرجوك إنني بحاجة لبعض المال وكيف لك أن ترده؟ عندما يموت عمي سأرث جزءا من مالي وسأدفع لك عمك في أتم الصحة وقد تموت أنت قبله معك حق ولكن ما العمل؟ تقتل عمك أقتل عمي؟ لا 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 سيعرف الناس أنني القاتل وسينتقمون مني بالتأكيد النفس بالنفس هذه شريعة موسى معنى ذلك أنني سأموت أيضا وأفقد كل شيء لا بل ستعيش وستحصل على ميراث عمك وستتزوج ابنته أفوق كل ذلك تأخذ دية قتل من أناس آخرين وهل يمكن أن يحدث هذا؟ نعم يمكن جئت لأشتري البقرة سأدفع فيها مئتي قطعة ذهبية ولا ألف قطعة هذه البقرة غالية عندي لأنني ورثتها عن أبي ولن أبيعها إلا بوزنها ذهبا يا لها من مصحة وزن البقرة ذهبا لماذا؟ صدقني يا عمي لقد تركت رفاق السوء وأصبحت إنسانا مختلفا أقسم لك هذا كلام طيب وأدركت أنني يجب أن أعمل عظيم أريد أن أتاجر ولكن في صبط آخر ولماذا تسافر إلى قبيلة أخرى من قبائل بني إسرائيل؟ إن سمعتي ليست جيدة والتجارة سمعة يا عمي أليس كذلك؟ معك حق وما المطلوب مني؟ تذهب معي إلى الصبط الآخر وتقول لهم فقط إنك عمي وتضمن أخلاقي حتى يطمئنوا إلي ويقبلوا عملي بينهم ما رأيك؟ لك هذا يا حجر إذا كنت صادقا في التوبة والاستقامة طلب أخير يا عمي ما هو؟ لا تخبر ابنتك بخروجك معي لماذا؟ أنت ذاهب لعمل الخير يا عمي وأحسن الخير أن يكون في السر لك ما تريد رادية لدي عمل في الصباح البكر سأحرص الحقل كله لصاحبي أرجوك أرجوك أريد أن أنام اذهبي إذن أشكرك على كل حال أما أنا فسوف أسير قليلاً وأستنشق الهواء يبدو أنني سرت كثيراً سأنام هنا لبعض الوقت لا أفهم يا ابن أخي لماذا إصرارك على السفر ليلاً؟ حتى نرتاح ونقابل التجار في فجر اليوم التالي لقد استبد بي التعب وأريد أن أنام ستنام يا عمي ستنام إلى الأبد هذا صوت صراخ لآدمين أرى الحجر على الأرض هل هذا ما أراد قوله؟ ولكن من قاتله؟ ولماذا قتله؟ هل الدنيا بهذه القسوة؟ هل حكم الشر قلوب الناس؟ ليتني أستطيع الكلام بلغة البشر وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الأرض تلمع بالنور وهذا يعني يوماً جديداً ولكنني لا أستطيع النوم كيف أنام بعدما رأيته؟ إنسان يقتل إنساناً آخر اشهدي أيتها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي ولن أدعى المجرم يفلت بفعلته فورب موسى وهارون لأن تقمن من هذا الصبت كله اهدأ اهدأ يا حجر كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأصبات ويرفض طعميق الخلافات بينهم وما النتيجة؟ قتلوه فهل نسكت؟ أنا أشد منك حزناً على فراق أبي والنار التي في صدري لو رأت القاتل لا أحرقت هوني على نفسك يا ابنة العم كل ما أرجوه أن ننتظر سيأتي منهم خمسون رجلاً يحققون في مقتل أبي ثم يقدموا لنا القاتل حقناً للدماء معك حق وإذا لم يعرف القاتل قبلنا بالدية حقناً للدماء طبعاً من له مصلحة في قتله؟ قد يكون القاتل لصاً أو قاطع طريق السؤال المهم هل هناك خطورة على تجارتنا بسبب هذه الجريمة؟ بالتأكيد قد تنقطع حركة التجارة تماماً وتشتعل الفتنة بين القبيلتين وما العمل يا كبير الصبت؟ نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية ماذا قال سيدنا موسى للناس؟ ومنذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟ أرجوك أخبريني ماذا حدث؟ قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة؟ الكلام عني ألا توجد بقرة غيرك؟ هناك آلاف الأبقار في الدنيا قد تكونين أنت أو أنا أو أية بقرة أخرى قالوا للنبي أتتخذنا هزوة؟ يا لها من جرأة كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ها ثم ماذا؟ هذا كل ما حدث عاد الناس إلى ديارهم كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر صخرية منهم؟ ثم يعودون إلى ديارهم وكأن شيئا لم يحدث وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فالض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ماذا سنفعل؟ إن الرجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها لقد قال بقرة أي بقرة؟ فلماذا نشق على أنفسنا؟ هذا لكسب الوقت ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبح البقرة حجر أنت هنا؟ أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي وحمايتك واجبي بل ومسؤوليتي تحميني من ماذا؟ من قتلة عمي من يدرينا لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا؟ في الحقيقة لم أكن أتصور أنك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي هذا أقل واجب ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا ما هي؟ إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل والأفضل أن نتزوج نتزوج؟ في هذه الظروف؟ نتشارك معا في الحزن والفرح لن تجدي من يواسيك ويرعى أموالك مثلي هيا أخبرني بالأخبار ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعوا ربا ليعرف ما هي البقرة ماذا حدث بعد ذلك قال لهم على لسان ربه إنها بقرة لا فارد ولا بكر هل قاموا بزبح البقرة أم أنهم في الطريق إلى الزبح؟ لا لا هذا ولا زك لا أصدق ما أسمع لماذا لم ينفذوا أمر ربهم؟ لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى افعلوا ما تؤمرون كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟ سنسأل عن لون البقرة وما أهمية اللون؟ كيف؟ الألوان مهمة للغاية فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقالية اللون أرأيت؟ أرأيت أهمية الألوان؟ لست أفهم ولكنني أريد إنهاء الموضوع فلنسأل عن اللون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ألم أقل لك إنني البقرة المقصودة؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هيا هيا استحبيني إلى حقل الفول الجديد غريبة لأول مرة تتحدثين عن الطعام أشهر أن موعد زبحي قد اقترب وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الزهب لن أذهب معكم هذه المرة ماذا سنقول لسيدنا موسى؟ سنقول له أدع لنا ربك يبين لنا ما هي قلناها من قبل ابحثوا عن جديد سنقولها ونضيف عليها إن البقرة تشابه علينا اتقوا شر الحليم إذا غضب سنقول لسيدنا موسى إنا إن شاء الله لمهتدون انطبقت عليك جميع الأوصاف فلا توجد بقرة صفراء ليس فيها عيب ومتوسطة السن ولا تعمل ولا تحرث في الأرض غيرك لماذا أوقفت الوزن؟ انتظروا حتى تشرب البقرة ما كنت أحب أن أبيعك ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك أبدا يجب أن تفرح لي سأكون آية من آيات الله وإن كنت لا أدري كيف ماذا يحدث؟ هذا انتهاك لحرمة الموت انتظر يا زوجي انتظر هذه أوامر الله لسيدنا موسى لقد دفعنا ثروة ضخمة للغلام اليتيم صاحب البقرة فماذا سيحدث الآن؟ انتظر لترى وأمر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقرة وقال موسى لقومه اضرب الميت ببعض البقرة أي بجزء منها يضرب الميت بالميت فينهض حيا بإذن الله ويقول لكم قتلني ابن أخي هذا هو قاتلي فخذوا بثأري منه أنت قاتل أبي خد عني الشيطان وأنزل الله آية لتكشفني فيا ويلي يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة حصل الغلام الصالح البار بأبيه على ما يستحق من ثروة ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته وكان بإمكان بني إسرائيل أن يوفر على أنفسهم كل هذه المشقة وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا الأمر من أول مرة وذبحوا أي بقرة ولكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا وكانت النتيجة أنهم دفعوا ثمن البقرة ذهبا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون